على كل حال خلينا نروح دلوقتي لجريت الشروق وما هناك هتكون مرسلتنا روزان نصر عشان نعرف آخر الأخبار وفيه كذا خبر بصراحة لفت ونظر يعني طبعا صباح الخير عليك يا روزان في البداية وكلمين عن المنشات اللي بتكلم عن فكرة هنا ان السفير البريطاني في مصر بيهنق محمد صلاح لانه هو السفير البريطاني في مصر بصراحة من السفرة اللي عندنا اللطاف جدا انه بيكلم عربي بطريقة جميلة جدا وهو بيحب محمد صلاح وكان قال فيه شعر قبل كده بصراحة وفكرة هنا برضو خسارة ليفر بول للدوري ازاي ممكن فعلا تكون محفدة ليه أمام الريال اللي احنا تكلمنا برضو في الفقرة مبارحة فضال يا روزان صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من جريدة الشروق هنتكلم في كل الأخبار يعني اللي ذكرتها نهواند ولكن هنبدأ بخبر من اليوم السابع الأهلي بيبدأ الاستعداد للوداد المغربي اليوم بعد راحة 48 ساعة يستأنف طبعا فريق الأهلي بقيادة بيتسو موسماني تدريباته اليوم بعد راحة اللاعبين لمدة يومين من بعد أكيد الفوز على أمبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الخمستاشر لبطولة الدوري ومن المقرر كمان أن يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الاثنين المقبل بعد طبعا قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الفريق الفريق لأسترن كومبني ومن المفترض أن يتم لعب هذه المباراة يوم 15 يونيو المقبل لمنح طبعا الأهلي الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري من موقع يلا كورة رسميا استبعاد كينيا وزنبابوي من تصفيات أمم إفريقيا أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد منتخبي كينيا وزنبابوي من المشاركة في تصفيات كأس الأمم بسبب استمرار إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم لنشاط اتحاد البلدين بسبب التدخل الحكومي في اللعبة وتم إدرجهم بشكل مؤقت في قرية تصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت يوم 19 إبريل الماضي رغم إيقافهم دوليا بشرط رفع الإيقاف قبل أسبوعين من الجولة الأولى للتصفيات وفي ظل طبعا عدم رفع الإيقاف تم اعتبار كلا المنتخبين خاسرين ليتم استبعادهم كليا من المنفس من جريدة الشروق سفير البريطاني في مصر يهنق محمد صلاح بألقابه في الدوري الإنجليزي ده الخبر اللي سألتي علينا هوند حرص طبعا جارث بايلي السفير البريطاني في مصر على تانية محمد صلاح نجمه هدف لفربول بمناسبة حصوله على لقباء الهدف وأفضل صانع أهداف دوري الإنجليزي وكتب جارث على حسابه على تويتر مبروك للملك المصري محمد صلاح بمناسبة حصوله على تالت ألقاب ألقابه كهدف دوري الإنجليزي بالإضافة إلى جائزة صانع الألعاب لأول مرة في البريمير ليك وأضف كمان أداء لا يصدق وأهداف ساحرة عن طريق مو هذا الموسم وحظ موفق لصلاح وليفر بول في نهاء دوري أبطال أوروبا كمان خبر أخير ذكرتها نهواند من الشرق الأوسط كلاب خسارة ليفر بول للدوري ستحفزه أمام ريال بالنهائي الأوروبي أكد الألماني يورجين كلاب مدرب ليفر بول على أن فقدان لقب الدوري الإنجليزي سيمنح حافظ إضافي قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ويطمح ليفر بول الذي فاز بالفعل بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم لإضافة لقب سابع لسجل دوري الأبطال عند مواجهة ريال مدريد السبت المقبل وأضاف كلاب أيضا هذا الموسم مذهل للغاية ومازال مستمر لن ينتهي إلا الأسبوع المقبل أمام بضعة أيام للاستعداد للنهائي الأوروبي وهذا أكيد ما سنفعله دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق بشكركم وعودة لكم مرة تانية وإحنا كمان نشكرك جدا يا روزان شكرا لك